موسيقى نرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من أحاديث بيروت في هذه الحلقة سنجول في لبنان والمنطقة المشهد السياسي اللبناني لم ينتج حكومة بعد ولكنه ينتج بشكل متتال منازلات بين قطبي الأزمة أي رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والمشهد الإقليمي تخلط فيه الأوراق بالنار وبالمفاوضات سنقرأ في كل هذه الملفات مع ضيف هو من ألمع الكتاب السياسيين في لبنان وأنا سعيدة جدا بحضوره رئيس تحرير موقع 180 بوست الأستاذ حسين أيوب أهلا بك ومرحبا على قناة اليوم أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين أستاذ حسين وكأن المستجدات السياسية في لبنان باتت محصورة بالمعارك التي تتوالى فصولا ما بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري آخرها الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي ويطالب بها المجلس النيابي بما معناه إعادة النظر بتكليف سعد الحريري الرسالة هي في الشكل دستورية ولكن في المضمون لا يوجد ما ينص في الدستور اللبناني على مهلة محددة لرئيس الحكومة للتأليف وعلى إمكانية صحب التكليف منه ما هي الأبواب الدستورية المغلقة التي يحاول ميشيل عون أن يفتحها في لبنان الآن؟ يعني الرسالة بعتقد مثل ما أنت عم تقولي بالمعنى الدستوري بحق له رئيس الجمهورية ووجه رسالة لمجلس النواب يعني كل المواد الدستورية تعطيها هذا الحق لرئيس الجمهورية ولكن الإشكالية الأساسية أن الرسالة مضمونة الأساسة يتعدى البعد الدستوري أو بالأحرى البعد الشكلي بمعنى أن البعد الميثاقي يتقدم على ما عداه البعد الميثاقي السياسي الرسالة عم بتحط الإصبع على جرح الانسداد الدستوري اللي حاصل بالبلد اليوم وقت اللي بيكون يعني رئيس الجمهورية عم بيتمسك بمادة دستورية تيقول أنه رئيس الحكومة المكلف يعني يشكل الحكومة بموافقة رئيس الجمهورية وختمه وتوقيعه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومعه رؤسة الحكومات السابقين عم بيقولوا أنه صح أنه لازم يوافق رئيس الجمهورية على الحكومة ولكن بنظام وبموجب مبدأ فصل السلطات اللي أقر به اتفاق الطائف من يحاسب أمام مجلس النواب هن الحكومات وليس رئيس الجمهورية وبالتالي من يختار يعني الحكومة هو رئيس الحكومة وعلى رئيس الجمهورية أن يكون حكم نعم فلذلك أنت طالما الدستور بيعطي رئيس الجمهورية هيك وبيعطي رئيس الحكومة المكلف هيك طبعا نهيك عن مجموعة قضايا تانية إلى علاقة بمهلة التكليف وإلى آخرين فمعنات أن الدستور بلا ما يكون يعني الدستير عادة شو وظيفته وظيفته هي إذا بدك تساعد على انعقاد التسويات بأي بلد بالعالم على تسهيل أمور الناس على إدارة الحكم اليوم موقع اللي بصير الدستور نحن عنوان بلبنان للعرقلة ولمنع تأليف حكومي فإذن عندك مأزق دستوري هل هذا المأزق الدستوري لازم يأخذنا على محل تاني أو نقاش من نوع آخر هذا هو السؤال هذا المأزق الدستوري أستاذ حسين لماذا انفجر في هذا التوقيت بالذات ما بين ميشيل عون وأساد الحريري في حين أنه بحقبات سابقة لم يكن يأخذ هذا المنحة الكبير المشكلة في الرجلين لا خلينا كمان نكون دقيقين إذا بدك نحن المأزق الدستوري بلش بالألفان وخمسة نحن تعرفنا على الطائف بنسخته السورية منذ العام الف وتسعمية وتسعين يعني لحظة تلتعاش تشرين عندما دخل الجيش السوري إلى لبنان ومعه بدأ تنفيذ اتفاق الطائف حتى الألفان وخمسة ما تعرفنا على اتفاق الطائف بلبنان بمعزل عن الإدارة السورية أو ما تسمى حقبة الويساية السورية للبنان بعد الألفان وخمسة دخلنا في مجموعة متاهات لبنانية بدخلنا هاي المتاهات اللبنانية بالألفان وخمسة أول مأزق وقعنا فيه هو إذا بدك بأخر الألفان وستة بأول ألفان وسبعة مع الاعتصام واستقالات الوزراء من الحكومة هذا مسار أخذنا بالألفان وستة سبعة إلى لحظة الألفان وثماني مؤتمر الدوحة مؤتمر الدوحة بموجب رعاية إقليمية دولية عملت سياغة بتلبي الحد الأدنى من تطلبات اللاعبين اللي كانوا خارج الملعب الحقبة الممتدة من الألفان وخمسة ألفان وثمانية ميشيل عون أعطي التقسيمات الانتخابية اللي على أساسا نزله الشباب عملوا انتخابات الألفان وثمانية وأعطي يا حزب الله عمليا ثلث المعطل نعم فدخلنا بمعادلة جديدة هاي السيغة تعايشت إذا بدك لم يعني استمرت عمليا عمليا استمرت لا لحظة دخول سعد الحرير إلى البيت الأبيض ومن ثم استقالة الوزراء والوزير الملك عدنان سيد حسين بآخر الألفان وعشرة منذ ذلك الوقت نحن عم من أجل المشكلة للسوري إجت فترة ما تسمى الربيع العربي والثورة السورية والآخرية ودخل البلد بنفق مجموعة من الأزمات تلاحقت وصولا إلى الالفان وستعاش بالالفان وستعاش عمليا جرت تسوي جرت تسوي عنوان تسوي رئاسية بمجابة تم انتخاب العمد ميشيل عون رئيس الجمهوري وسعد الحريري رئيس الحكومي التسوي يعني الواحد بدأ بالتسوي عنوانها العام سياسة انه اتفقوا انه هذا بيعمل رئيس حكومي وهذا بيعمل رئيس جمهوري واتفقوا الشباب بين بعضهم على القوات والتيار انه بياخدوا كل المناصب المسيحية بالوزارة والنيابة والإدارة كلها مناصفة هكي عنوان وثيقة معراب يلي كانت موازية للاتفاق بين سعد الحريري وميشيل عون بموازية ذلك كان في مجموعة من الصفقات اللي ما إلي علاقة بالسياسة بين سعد الحريري وجبران بيسيل صفقات ما إلي علاقة إلي علاقة إذا بدك بالبزنس يعني عمليا الطاقة والاتصالات لم تدم هذه الصفقة الرئاسية بيناتهم سوى حوالي يعني من 2016 من 20-2016 إلى 17-20-2019 سقطت التسوية الرئاسية جينا عملنا محاولات من لحظة 2019 لليوم عم نعمل محاولات لإنعاش التسوية بلبنان وفشلة المحاولات اليوم وصلنا للحظة حقيقية بلبنان هل فينا نكفي بموجب هذا المثاق اللي صنعناه بال1989 ولا أنا الأوان لمثاق وطني وعقد اجتماعي جديد بين الأوانين عفوا على المقاطعة لماذا دائما الرئيس ميشيل عون يظهر أو يظهر نفسه وكأنه هو من يقتحم دائما المناطق الرمدية في هذا الدستور ويحاول أن يطالب دائما بأنه خلونا نفك هذه الثغارات هو المتضرر الأول كان من دستور الطائف لك بدي أقلك شغلي هون بس إذا بترجع كمان شوية مريح الواحد يرجع شوية للماضي رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بآخر ولايته باعتقد بال2014 باعتقد عمل مداخلي أو عمل ما بعرف شو هو الخطاب أو بإطلاله حدد مجموعة مكامن أو ثغرات بالدستور وقال لا يمكن أنه ينحكم لبنان بدون معالجة هذه الثغرات الدستورية وبالتالي حتى اللي كان بموقع رمادة إذا بدك تسميه يعني ميشيل سليمان بكل وسطيته موقع الرمادة كان آخر شي عم بيقول أنه بعد تجربة 6 سنوات بالحكم عم بيقول لا بد من مجموعة التعديلات الدستورية جزء مننا إلى علاقة بالاستشارات بموعد تحديد موعد الاستشارات جزء مننا إلى علاقة بموعد تأليف الحكومي جزء إلى علاقة بشو اسمه كيف يلزم الرئيس بموعد لتوقيع المرسيم والأوانين وكيف لا يلزم شو اسمه الوزير بموعد للتوقيع يعني حدد مجموعة الثغرات وقال هي بدأ معالجة والسلام عليكم فالخلصة وليتهم ولكن اليوم الرئيس ميشيل عون يخوض هذه المعركة إلى أقساها في أوضاع البلد لا يحتملها اليوم يعني هذه المعركة تخاض على حساب تشكيل حكومة يريدها البلد لكي تبدأ بانتشاله من الانهيار لماذا الآن؟ هيدا بياخدك على نقاش من نوع آخر اليوم إذا في واحد يعني مهدد بالغرق وواحد مثلا عم بيقله أنه أنت الحق عليك ما عملت كذا كان لازم تعمل كذا كان لازم تلبس كذا ما كان لازم بهالوقت هيدا فيه كذا إلى آخر وهو هداك غرقان بده حدا ينقزه من الغرق قال لي عم تقوليه صحيح مية بالمية اليوم نحنا ما عنا ترف اليوم بلبنان أنه نفوت بقضايا دستورية أولا نحنا مش جاهزين تنحكي فيها نين ما حدا سألين عنا بالخارج تهيجي هلأ يقلنا تفضلوا يا شباب يقعدوا على الطاول يحلوها مثل الطائف يعني أو مثل الدوحة وبالتالي قال الأولوية لازم تكون بمكان تاني اليوم الأولوية يجب أن تكون إذا بدك إلى علاقة بين إحنا عندنا أزمة اجتماعية اقتصادية مالية غير مسبوقة بتاريخ لبنان خلينا نفكر كيف بنا نعالش هاي المشكلة ثم بعدين نروح على البارد منحكي بموضوع المعالجة القضايا الدستورية طيب حضرتك تحدثت عن عام 2005 البعض يعتبر أنه عام 2005 عندما اغتيل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وعندما خرج الجيش السوري من لبنان انتهى الطائف عمليا في تلك المرحلة وكل ما نحاول أن نقوم به منذ 2005 وحتى اليوم هو محاولات تسوية بانتظار التسوية الكبرى إذا بدك أهل بجزء الأول اللي إلوه علاقة بأنه نحن كل اللي عم بيسير من 2005 إلى علاقة هي محاولات ترميم نعم للنظام السياسي في لبنان بانتظار التسوية الكبرى حتما بس عادة ما نحن شو اللي عمل نحن الطائف إذا بدك بالتسعة واثمانين وقر الطائف وانتخب برنام عوض وما طول حرم رنام عوض واستشهد رنام عوض انتخب بالياس لهراوي رئيس الجمهورية طلع وين قعد الياس لهراوي طلع قعد بالبقع بثكنة قبلح ما كان قادر ينزل على بيروت وعندما نزل إلى بيروت إلى المقر المؤقت بالرمن البيضاء يعني كان موجود وكان الجيش منقسما وفي حكومتين بالبلد وكل الوضع اللي كان قائم اجت لحظة سياسية غازة صدام حسين الكوات تشكلت قوات الحلفاء حط إيده حافظ الأسد بإيد جورج بوش البي نعم أبدت سورة ثمن بلبنان 13-20 طيارة سورية فوق بعبدة خلصت عملنا يا شباب تنفذ الطائف كان ممكن يظل الطائف اتفاق غير منفذ سنوات لو ما صارت هاي اللحظة الإقليمية الدولية اللي وفرتها فرصة الغزو العراق إلى الكوات اليوم ما هو هذا النقاش الأساسي اللي مش عم بيناقشوا الليبنانيين اليوم النقاش أنه أنت اليوم في مناخ بالمنطقة ما وانت يمكن كتعب تقليلوا ما لا نحكي بهذا الموضوع بالجزء الأخير مناخ المنطقة شو هو؟ مناخ الواضح أنه الأمريكاني عم بعيد سياغة حضوره بالمنطقة بالمعنى السياسي والعسكري والأمني والآخري عم بيقول أنه أنا بدي نقل عدتي من هون على شرق آسيا تفضلوا يا شباب احكموا مع بعضكم بموازات محادثات في فيننا قاعد المصري والتركي ببغداد وقاعد السعودي والإيراني ببغداد وقاعد الإماراتي والإيراني ببغداد وقاعد حتى المصري والأردني قاعدوا حتى مع الإيرانيين ببغداد بمسويات مختلفة وإجهز السعودي على الشام وربما حتى في إشياء صارت بعيدا عن الأضواء في عدد من العواصم العربية بموازات هذا الشي هذا المناخ اللي عم بتشوفيه بالمنطقة عندي كيف نحن عم نحضر حالنا بلبنان نتلقى في هذا المناخ الإقليمي يعني كيف نستعد لجعل لبنان قادرا على الاستفادة من مناخ التسويات الإقليمية نحن اللي عم نعمل ونحن بلبنان هو كل ما يعيق إمكانية أنه لبنان فعلا يقدر يستفيد مننا لهذه التسويات بالعكس نحن دائما نستفيد من الإشياء السلبية وعندما يحين موعد القطاف نحن منكون خارج طيب بعد بموضوع الطائف أيضا هل رئيس الجمهورية من شلعون وحليفه حزب الله يجمعهما الاعتراض على تضخيم دور رئيس الحكومة السنة الذي جرى إقراره في الطائف لا أنا بعتقد كل واحد حساباته مختلفة أنا بتصور أنه رئيس الجمهورية عنده حسابات بهذا الموضوع تتصل أكيد بحضور الطائف المارونية بالدرجة الأولى وحضور المسيحيين بالصيغة السياسية باتجاه إعادة ترجيح كافة الصلاحيات إذا بدك رئيس الجمهورية وهذا بينسح بلاحية على تصوره يعني هو عنده تصور لمجلس الشيوخ بجزء منه بعتقد رح يكون عنصر خلافة أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ للطائف الأرثودوكسية أن تكون للطائف الدرزية وبالتالي رح يكون عنده وجهة نظر أنا بعتقد حزب الله مش بهذا المحال حزب الله بموضوع الصلاحيات قد لا يكون يعني راضي عن الصيغة السياسية بس بعتقد بالتوقيت بالتوقيت مش هذا هو علاقة مطلوبهم لا هني ولا رئيس مجلس النواب وهذا عم بينعكس حتى على نظرة اتنين لموضوع تكريف سعد الحريري بعتقد كل واحد عنده نظرة للموضوع طيب هل مش العون ممتعد من تمسك حزب الله بسعد الحريري بهذه الطريقة؟ كون حزب الله حتى الساعة لا يزال يعني على مسافة من الطرفين مسافة واحدة ما عم بيخبي امتعاضه رئيسي جمهوري وحتى الوزير جبران بسيل وكلما يعني اجتمعوا مجموعة بالأسر الجمهوري بيقول انه فليتحمل الثنائي مسئولية استمرار سعد الحريري رئيس حكومي ومكلف يعني مش عم بيخفي امتعاضه نهائيا ومش عم بيخفي ابدا انه هو بده يطيح بتكليفه لسعد الحريري ومش مخبى عليه موقف حزب الله وانا بيه بر اللي متمسكين اكثر من اي وقت مضى بتكليف سعد الحريري عظيم طيب استاذ حسن ايوب ومشاهدين نحن نستكمل هذا الحوار حول ملف تشكيل الحكومة اللبنانية وربطا بمتطورات الاقليم ولكن بعد توقفي مع هذا الفاصل لا تذهبوا بعيدا عودة الى هذه الحلقة من احاديث بيروت مجددا نرحب بكم مشاهدين ومجددا نرحب بي ضيفنا رئيس تحرير موقع 180 بوست الاستاذ حسن ايوب استاذ حسن اليوم هناك استعصاء سياسي تام انسداد سياسي نعيلي المبادرة الفرنسية طيب خارطة الطريق اليوم تبدأ من اين تشكيل حكومة طب تشكيل اي حكومة اليوم في ظل هذا التحلل الكامل في كل القطاعات والمؤسسات اي حكومة اليوم يمكن ان تنقذ البلد خلينا نقول اول شي نعمل توصيف للانسداد السياسي اللي حاصل بالبلد الانسداد السياسي اذا بدك له خلينا نسميه مظهرين نعم اول مظهر هو خارجي المظهر الخارجي له علاقة بموقف المملكة العربية السعودية من ترشيح سعاد الحريري نعم ومش يخبوا السعوديين موقفهم وتعبر عنه اكتر مرة واخر مرة يعني قاله بالصوت لأول مرة قاله بالفم الملآن ولي جملات صحيح في مشكلة عنده لسعاد الحريري الاماراتيين قرأنا في صحيفة الاخبار انه ايضا تخلوا عنه هذا الكلام صحيح ام لا بعتقد لا بده تدقيق هذا الكلام بتصور يعني فيه له وجه اخر مش هيك انا بعتقد انه في تريس طلب اماراتي بالتريس بتأليف الحكومي مش انه معاش برناية لسعاد الحريري بعتقد هيك طيب مصريا نفس الموقف وزيته نفس الموقف المصري والاماراتي هو وجدته انه طلبوا التريس بتأليف الحكومي ومش قالوا انه ما بدنا سعاد الحريري وهيدي يعني بعتقد يعني عم بحكيها بخانة مش التحليل عم بحكيها بخانة المعلومة يعني مش التحليل بالجزء الاول بالموقف الخارجي يعني الادارة الفرنسية للملف مشكلة المهل الامريكي المعطات للمبادرة الفرنسية استنفدت استنفدت مفروض باخر عيار هي مفترض صح وكانت تنتهي يعني من الان وصاعدا المبادرة الفرنسية خلص صارت عمليا في حالة انعدام وزن ليست فقط لبنانيا وايضا دوليا وامريكيا عم بقول في هال مشكلة الخارجية لالعلاقة وحتى اذا بدك العناصر الملاءة الاقليمية والدولية للمبادرة الفرنسية صارت ضعيف فعندك هاي مشكلة حقيقية عندك مشكلة تانية اسمها لبنانية داخلية اليوم لو انا وياك اتفقنا على ميت مرشح للحكومة اخر شي بنا نطلع نحمل هذه الحكومة هاي التشكيل الحكومة لو اتفقوا كل اللبنانيين على حكومة وضل في واحد اسمه رئيس جمهورية مش موافق على التشكيل رح يقول انا يا شباب معي الامضة معي التوقيع اذا انا ما وافقت على الحكومة في مشكلة هو عم بيقول انه رئيس جمهورية انا الشروطي لتأليف الحكومة تقبلوا فيها بوقعوا انا ما بعتقد في قوة على وجه الكرة الارضية ممكن تقنعوا لميشيل عون بانه تقوله انه لأ غير رأيك عدل موقفك مش صحيح انه بتقدر قوة وكل تجارب يعني ميشيل عون منذ ان كان ضابطا بالجيش الى ان صار رئيسا لجمهورية بتقول انه هايك ما بيغير بهالطريقة حتى حزب الله لو ضغط عليه ما بيقدر حليفه الاساسي والاستراتيجي والوحيد في البلد شو بدي اعمل تطلعي حط المسدس براس وعم بيقوله ان انا ما رح امضي تشكيلي هايك بهالطريقة ما رح اسمح يعني بد ب18 حاطة شروط وبال24 عم بيقول بيبقى في وزيرين مسيحيين مين بدوا يسميونه اذا بدوا يسميونه رئيس حكومة مراح سجل على حالي انه انا قبلت انه اخد شي في وزراء مسيحيين يسميونه انه كل اذا بدك المشروعية تبعيته بالخطاب والدور والاخرية اخدها من هذا المحل ميشيل عون فاخد شي شو عم بيعمل يعني عمليا عم تنقص حصته بال24 من ال18 وعم بيعطي لرئيس الحكومة ما لم تعطيه له صيغة ال18 فشو بيكون عمل رئيس الجمهوري فاذا عندك مشكلة فهو الانسدادين حقيقيين بظل هذا الانسداد الداخلي والخارجي بيصير هون سؤالك انت اي حكومة نحن انا رأي اي حكومة بدنا اياه هي حكومة تصريف الاعمال هلأ اوضل شي للبلد واللبنانيين وانا بعتقد حتى في مناخ دولي واقليمي بلش يحكي عن تعويم هذه الحكومة حتى لو كان ذلك مخالف للدستور بعتقد كل الناس هلأ وبعتقد حتى صار في مناخ له علاقة بالايم اف سندوق النقد والبونك الدولي انه روحوا فعلوا الحكومة قد يطول الفراغ في لبنان قد يطول الفراغ يعني في لبنان مش عم نحكي بس عن انه هلأ صار عمر الحكومة بتصريف الاعمال اطول من عمر الفعلي ولكن هذه الحكومة لم تثبت جدارتها في ادارة نفس الملفات اللي راح تديرها هلأ موضوع المفاوضات مثلا مع صندوق النقد الدولي شفنا التجربة السابقة الحكومة اذا كانت اذا بدك بالمرحلة الاولى ما قدرت تتقارب الملفات خوفا من ان الشارع وانه بده كان رئيس الحكومة طول انه فيها يضل يعطيها اكسيجينات للحكومة بعدم اتخاذ ارارات ما هو تحرر من الموضوع الحكومة مستئلة ومعاش عنده اعتبارات انه كذا فبتالي اليوم بتصريف الاعمال بتصريف الاعمال ما راح يكون ولا واحد من الوزراء بالحكومة ولا رئيس الحكومة محكوم بانه بيخاف انه تسائل بهذا الحديث استاذ احسان وبالمعلومات التي تطرحها حضرتك تتحدث وكأنه التكليف الحريري مفتوح يعني ما له مد ما في بديل اليوم عن الحريري انا بعتقد انه موضوع الحريري هو مفتوح امام احتمالين لثالثة لهما اذا كانت المعطيات الخارجية غير متوفرة باتجاه انتاج بديل لساعد الحريري ليس مسموحا لساعد الحريري ان يعتذر وانا بعتقد المصريين بلغوا ما يشبه الموقف انه ليس مسموحا اعتذار خلي التكليف بجيبتك حتى اشعار اخر وبالتالي الاعتذار حتى الان بالمعطيات اللي عندي مش مطروح الاعتذار هذا الاحتمال اذا توفر المناخ الدولي والاقليمي لانتاج حكومي في لبنان مع معطيات داخلية بتصب بهذا الاتجاه انا بعتقد اذا ظل المعطى السعودي مثل ما هو واذا ظل موقف رئيسي جمهورية انا بعتقد عندها يبدأ البحث عن بديل لساعد الحريري طيب استاذ حسن بحال تم البحث عن بديل لساعد الحريري من هي الاسماء المطروحة؟ انا بعتقد انه في في لائحة موجودة عند ميشيل عونو جبران باسيل فيها مجموعة اسماء يعني يقال انه في اربع اسماء ما بيننا نفوت بالاسماء نجيب ميقاتي واحد عندهم لائحة من اربع اسماء بالاربع اسماء المطروحة انا بعتقد انه ما بيمشي فيهم لا رئيس المجلس النيابي ولا حزب الله لانه الاربع اسماء اللي مطروحين عند رئيس جمهورية وعند رئيس تيار الوطن الحر اذا بدك هن اعادة انتاج تجربة ونسخة حسان النياب بالحكومة وهي التجربة التي لم تحدث الصدمة المطلوبة اللي بتحط لبنان على سكة التعافي الاقتصادي انا بتصور انه مهوضي الاربع اسماء او هذا المنطق ما له محل انا بتصور انه من الرعا محل تالت غير اذا مش سعر الحريري ساعتها هل تنطبق هل المواصفات على نجيب ميقاتي يعني متل ما عم تقولي حضرتك انا بتصور انه نجيب ميقاتي نسخة الالفان وخمسة مطلوبة وهو يريدها يعني باي معنى نحن عشنا تجربتين لنجيب ميقاتي رئيس حكومة واحدة بالالفان وخمسة يعني بعد استشهاد الرئيس الحريري واحدة بالالفان وحد عشر بعد استقالة الرئيس السعاد الحريري الاولى الاستقالة القصرية نعم الاولى الحكومة الاولى نجيب ميقاتي اللي عملت انتخابات الالفان وخمسة يعني عمره كان ثلاثة شهر يمكن بتذكر بوقتها حظيت بغطاء دولي واقليمي ولبناني وقل الإجماع منذ سنوات طويلة على حكومة هذه الظروف غير متوفرة الآن ما حدا مهتم أساسا هذه الظروف غير متوفرة هذا الشيء المثالي اللي بعتقد اللي بتخلي واحد مثل نجيب ميقاتي يقدم اليوم اذا نفس الظروف 2011 جبته اكيد بيترك البلد ولا بيعمل حكومة بأي حالة ممكن ان يشكل سعد الحريري حكومة مطروح هذا السيناريو انا بعتقد بالنسبة لي انا بعتقد انه عند عند ميشيل عونو جبران باسيل اعادة تجديد التسوي السياسية بينتهم كما حصلت 2016 بتشكل الحكومة الليلي انا بجازم بالموضوع ثم يصير في مساكنة من بعد كل هذه المعارك التي خاضوها اكيد اذا عند ميشيل عونو جبران باسيل اللي بيجي سعد الحريري هلا بيقعد مع جبران باسيل وبيتفقوا على الحكومة تتشكل الحكومة بنفس الليلي يعني مش انه اخدين موقف مبدئي وعقائد وجذري هني عم بقولوا انه انك تتشكل حكومة من دوم تقعد مع جبران باسيل من دوم تلحظ مصالحي مرح اسمحلك فيها بعاهد ميشيل عونو باخر سنة سنة ونص من ولاية ميشيل عونو انا اسمحلك انك تشكل حكومة انا ما اخد فيها التلت معطل وانت رئيس حكومة وممكن يكون عندك نص زائد واحد ويكون عندك تلت المعطل بمكان اخر او اسمحلك تسمي وزراء مرعتك ايها بتعملها هادي معهاد حادة تاني مش معهاد ميشيل عونو طيب استاذ حسين هلأ ربطا بالاقليم لانه تشكيل الحكومة اللبنانية واضح انه له خيوط اقليمية متداخلة ايضا بدنا نبلش بموضوع غزة والتهدئة في غزة بعد 11 يوما من التصعيد بين الفلسطينيين والاسرائيليين كيف قرأت اتفاق الهدنة الذي هندسته ورعته الوساطة المصرية اول شي خلينا انتفاق نوية كما في اتفاق هدنة يعني ما في اتفاق مكتوب قالوا في واحد اثنين ثلاثة ما في وقف اطلاق نار وقف اطلاق نار اذا بدك يعني عمليا اذا بدك تسميه عنوانه التهدئة مقابل التهدئة يعني عندما يخل خلينا نقول الاسرائيلي اليوم هلأ نحن وقاعدين هلأ يضرب قذيفة الاسرائيلي او يطلق النار على فلسطيني على بالمنطق يعني الحدود بين غزة ومناطق 48 او بين الغزة اي منطق بيطلق النار على فلسطيني اليوم الاسرائيلي انا باعتقد رح ترد حماس وبالتالي اليوم عنوانه للصيغة اللي تم التوصل الى هي التهدئة مقابل التهدئة بالمضمون بالمضمون عمليا هي يوقف اطلاق نار من جانب واحد لانه كانوا من اول يوم عم بيقولوا الحماس انه وقف اطلاق النار لن يكون محكوم باي شروط الى علاقة بالمطالب اللي عم بيحطها الاسرائيلي هني حددوا من التهدئة فقط في غزة وليس في القدس لانه حماس كانت رابطة ما بين القدس وغزة هذا هو هذا هو هل اذا بدك هذه النقطة يلي الاعلام الاسرائيلي اليوم ومن الصبح يعني قام الاعلام الاسرائيلي حاطت هذه النقطة هي الاساس وانا بتصور اللي صار بالقدس منذ الليلة الماضي منذ ساعة ثانية فجرا حتى اليوم يعني ظهر اليوم لانه مصادف كمان يوم جمعة بتصور انه اللي صار بالقدس بيأكد المنطق الفلسطيني اكتر كانوا الاسرائيليين عم بقولوا بالاعلام وبالسياسي اذا استيقظنا غدا ووجدنا قطعان المستوطنين والجيش الاسرائيلي بحرم المجد الاقصى وبحي الشيخ جراح معناتها نحن اللي كسبانين باتفاق وقف اطلاق النار اذا شاهدنا غدا الفلسطينيين عم بيتظاهروا وفاتوا على المجد الاقصى وكل يوم عملوا كل مظاهر الاستفزازة للفلسطينيين يعني اذا شفت اليوم على السوشال ميديا اللي عملوا الفلسطينيين هنا وفاتين على المجد الاقصى كل عناصر الاستفزازة عملوها لجيش الاسرائيلي ودخلوا الى المجد الاقصى واقاموا صلاة الجمعة وخرجوا وما قدر الاسرائيلي يحرك ساكنا بكل هذا المشهد اللي شفناه اليوم بالوضع الفلسطيني فهذا عمليا لمصلحة حماس وليس لمصلحة الاسرائيلي طيب اي معطى جيوسياسي اليوم كرستها حرب غزة في المنطقة نتحدث عن ايران واسرائيل لا قبل ما نحكي عن ايران واسرائيل حرام نحكي عن الموضوع لانه خلينا نتفق اول شي في لحظة كانت فيها الامور من خمسة شهر بالمنطقة عمين قال انه اجت صفة القرن انتهت القضية الفلسطينية راحت القدس التطبيع ما بينها التطبيع عمليا شو كنتي عم تقولي للفلسطينيين صار ابن 48 قضيته حقوق انسان انه بده حقوقه المدنية مثل الاسرائيلي بمناطق 48 ابن الضفة صارت قضيته الاساسية قضية عقارية كل يوم فيه توسيع مستوطنية وانه بيعمل معركة وبيتصو بالامريكان وعم بيوصعوا هاي المستوطنية وبالتالي فيه قضية قلينا نسميها قضية ابن غزة شو صارت قضيته قضيته اكل وشرب وحصاره ومرفق صيادين وامتى بيفوتوله الاكل وشنتة المصاري امتى بتفوت من قطر وبيوزعه رواتب ولا ما بوزعه رواتب عمليا جزاقته صار فيه تجزئة جغرافية للقضية الفلسطينية ابن غزة وابن الضفة وابن القدس وابن 48 وابن الشتات كمان ما تنسي انه الشتات عنده كل منطقة بالشتات عنده قضاياها الغير المتصلة بقضية تاني اجت لحظة الصاروخ الذي اطلق من غزة الى القدس تتقول انه فلسطين التاريخية وحدة لا تتجزئ نهائيا وانا رأيي هذا معطى بالسياسي معطى تاريخي غير مسبوك منذ العام اذا بدك خلينا نقول 67 ليش غير مسبوك منذ العام حتى يتجاوز 2006 بكل ابعاده يتجاوز 2006 2006 حرب لبنان حرب لبنان ليش يتجاوز 2006 لانه اولا انت للمرة الاولى نقلت الصراع حيث يجب ان يكون الصراع على الساحة الفلسطينية الاسرائيلية على ارض فلسطينية انت مش عم تقاتلي اليوم اسرائيل لا بسينة ولا عم تقاتليها بالجولين ولا عم تقاتليها بغور الاردن ولا عم تقاتليها بجنوب لبنان انت عم تقاتليها بارضة صار ابن ام الفحم وابن يافا وابن رامالله وابن غزة كلتهم بالمشهد الفلسطيني واحد واحد بالحجر واحد بالصاروخ واحد بالمظاهرة بالتشييع اللي صار بأم الفحم مشهد غير مسبوك بالـ 48 وبالتالي اليوم إسرائيل صارت قدام معطيات لم تكن موجودة قدامها أن يخرج الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ويقول أنه إسرائيل مهدد بحرب أهلية هذا رئيس إسرائيل مش أنا وإنتي عم نقوله للحكي أستاذ حسن لماذا لم نشهد هذه المشاهد والمظاهر مثلا عندما انطلقت صفقة القرن عندما نقل ترامب الرئيس الأمريكي السابق السفارة الأمريكية إلى القدس لأنه في كذا بعض بهذا الموضوع أول جزء ما نقول كانوا الفلسطينيين قابلين بالتقسيم اللي ما عملنهم اليوم خرجت حماس من معادلة غزة عندما أطلق والمؤسف بالموضوع ومش المؤسفي بالعكس الشي اللي منيح بالموضوع أنه محمد ضيف وقال ليعمل الإنذار للإسرائيليين بالبداية وقال لهم إما هيك أو رح يصير في رد لأنه على موضوع حي الشيخ جرح والمجل الأقصى كل إسرائيل وعظمتها والتكنولوجيا ورصد واستخبارات واللي بدك إياه وحصاروا حافظينا ومسحينا لحماس وبقولوا نحن بنعرف كل خراية الأنفاق ونعرف كيف عم يتنفسوا الفلسطينيين المحاصنين لم يدركوا أن الصلي الأولى الصاروخية ستصيب القدس كان هناك فشل استخباراتي فشل استخباراتي والفلسطيني عمل نقلة ولا مرة عملها كان دائما حماس عم بحكي بحدود قطاع غزة محمود عباس شو عمل؟ محمود عباس شو بقوله؟ رمى رمية من غير رامين كان فيه قوة دفع دولية وحتى عربية باتجاه أنه تجديد الواقع السياسي الفلسطيني من خلال انتخابات تشريعية ثم رئاسية ثم انتخابات مجلس وطني برزنامة محددة وافقت عليها كل الفصائل الفلسطينية برعاية المصريين باجتماعات صارت جزء منها بيروت والجزء الأكبر صارت منها بالقاهرة إجا محمود عباس عندما شعر بالخطر أخذ عنوان أنه بدون يمنعوا الانتخابات بالقدس تأخذ يعطي لحال وذريعة بتأجيل الانتخابات إجت حماس الذريعة اللي من خلاله أبو مازن أجل الانتخابات أخذت الرأي منه رأية القدس أخذت عنوان القدس أخذت عنوان القدس هذا عنوان كتير كبير وهذا عنوان مش بسيط للشعب الفلسطيني إن كان بالضفة ولا بالقطاع ولا بمناطق 48 والشتات فهذه أول شغلة لم يتوافر هذا العنصر اتنين كمية الأحباط ثلاثة ما أنت لايك إذا بدك خذ المشهد اختصريه بتلات شغلات صغار حي الشيخ جراح قصة مش جديدة قصة عمره أشهر وبيطلعوا بصرخوا بيحكوا تحولت لقضية عقارية حقوقية إنه بدون يجوا والمحكم العليا بتاخد قرار ولا ما بتاخد قرار وآخر شي كانوا عم بيحكوا فيها العشرات عم بيحكوا بقضية الشيخ جراح وصلنا على باب العمود يلي هو بواب من بوابات المسجد الأقصى كبرت القصة ونزلوا الشباب الفلسطينيين وتحركوا وصلنا على المسجد الأقصى واللي أنت عم تقول ثلاثة مترابطين مع بعضهم وصلنا على المسجد الأقصى حصل إذا بدك الانفجار الفلسطيني الكبير ولاد الضفة كلهم صاروا بدون يجوا على المسجد الأقصى وإنت عم تحكي عن جيل إذا بتشوفي وجوههم كلهم عشرينيات يعني بالعشرين يعني أكبر واحد منهم عمروا عشرين سنين يعني هذا كله جيل ما بعد قصة هذا معظم وخلقان إذا كان بالضفة وبالقطاع خلقانين بعد قصة فشفنا مشهدية جديدة تقاطعت مع إذا بدك كمان انتفاضة مقدسية غير أنه اللي يجوا من خارج القدس انتفاضة مقدسية أنتجت الواقع الجيد هل كان حدا متنبئ فيه؟ أنا بعتقد كافي حدا عم بيقول من سنوات أنه في احتمال انتفاضة تلتي بس ما حدا كان متنبئ أنه تصير بهذه الطريقة عظيم نحن نستكمل الحديث في هذا العنوان وفي عنوين أخرى في المنطقة ولكن بعد التوقف مع هذا الفاصل لا تذهبوا بعيدا مشاهدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عودة إلى القسم الثالث والأخير من هذه الحلقة من أحاديث بيروت أستاذ حسين قبل الفاصل تحدثنا عن نهاية حرب غزة من الجانب الفلسطيني ولكن اليوم عندما اندلعت تصعيد في غزة كثير اسمعنا بلبنان ناس عم بيحذروا ويتخوفوا من أن تتوسع الجبهة لتشمل جبهة الجنوب اللبناني وبالأساس المحور الإيراني لديه استراتيجية معلنة وعقيدة معلنة بالدخول بحرب شاملة ومتكاملة مع إسرائيل بهدف استقصالها من المنطقة وأيضا إسرائيل تريد أن تلجم إيران في المنطقة وتحديدا في سوريا وتلجم البرنامج النووي الإيراني هل من الممكن أن تندلع مواجهة شاملة مستقبلا تشمل غزة ولبنان وربما سوريا أيضا؟ أنا بتصور أول عبرة من عبر اللي صار بغزة أنه الإسرائيلي طيوعة من صدمة غزة بده سنوات وبالتالي أنا قلت هذاك نهار يعني أنه الفلسطيني في غزة هود الـ 260 شهيد اللي سقطوا بغزة عن جد افتدوا إذا بدك شعوب المنطقة كليتها بدمون وخصوصا الشعب اللبناني لذلك أنا أقول الانتصار الذي حصل في غزة هو انتصار لكل أحرار العالم مش بس لغزة اليوم أنا مطمئن أكتر من أي وقت مضى أنه إذا إسرائيل نحنا كنا ست ليال كنا نحنا بمناخ حرب حقيقي قبل اندلاع الحرب في غزة قبل اندلاع الحرب في غزة عندما كان في وفد عسكري أمريكي رأى على واشنطن إسرائيلي نعم وفد عسكري إسرائيلي عفوا رأى على واشنطن ولتقى قيادات أمريكية توجت هذه اللقاءات باجتماع بين بايدن ورئيس المصاد يوسي كوهين نعم كان المناخة كتير سلبة مش نحنا عم نقول الصحافة الأمريكية قالت أنه كان الكتير المناخ سلبة واضح أنه بلغوا الأمريكيين أنه نحنا رحينا على اتفاق مع إيران ولن يكون موضوع الصواريق الدقيقة ولا نفوذ إيران الإقليمي وموضوع ذريعتها جزء من الاتفاق ورجعوا الوفد الإسرائيلي وقال كوخافي هو الوحيد اللي ما رح شارك اعتذر باللحظة الأخيرة ما رح شارك رئيس الأركان أفيف كوخافي وأعلنوا الإسرائيليين عن مناورة غير مسبوقة بتاريخ الكيان عشرين ألف عسكري بدون يعملوا مناورة على كل الجبهات يعني الجولان شمال مع لبنان بتضفة وبالقطاع وبالداخل الإسرائيلي بعد الحرب كان يفترض أن تبدأ المناورة صبيحة الأحد وبدأت التطورات الفلسطينية أعلنوا رسميا عن الغاقة في اليوم التالي بس اللي بدي يقوله أنا وبالمعلومات مش بالتحليل كل إجراءات حزب الله وحماس والجيش السوري قبل 24 ساعة من غزة أو يمكن حتى 48 ساعة لأنه هي بيوم القدس طلع قال السيد حسن نصر الله أنه نحن هيك 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 يوم كان يوم جمعة آخر يوم جمعة بشهر رمضان نعم كانت إجراءات أنه إسرائيل قاب قوسين أو أدنى من تحويل المناورة إلى حرب بتالي بضوء اللي شفناه بالمشهد الفلسطيني إذا بدك بغزة أنا بتصور أنه الإسرائيلي أنه هوض الشباب اللي قاعدين أنت شو عم تحكي عن غزة أنت عم تحكي عن 365 كم مربع مليونين بشري أعلى نقطة 80 متر 86 متر عم تحكي عن مساحة جغرافية البحر من هون محاصرين وبالجنوب محاصرين مع معابر طبعا في صار في تطور كبير بالموقف المصري وإذا بدك هلأ بنحكي عنه وعندك من ميلة تانية إسرائيل عنده مشكلة بالأكل وعنده مشكلة بالشرب وعنده مشكلة بالتجارة وبكل شيء وهن مكشوفين بالعراء بالعراء كلا يتا قادرة الإسرائيلي يرصد النملة كيف تتحرك بكل هذا الحصار والتجويع والكهربة برأيك الصواريخ التي تفاجأ بها الإسرائيلي مصنعة محليا في غزة طبعا مية بالمية أنا رأيي هذه أسطورة أن تتجي بواخر وطيارات والآخرية وعبر الأنفاق أنا رأيي أنا بجزم لك أنه هن وبالحرب حماس كان عم يتصنع عشرات الصواريخ بقلب غزة يعني اليوم المتغير الجيوسياسي الإقليمي بدأ في مصلحة إيران وحول أفائها أكيد كيف سيصرف هذا المتغير في المفاوضات فيينا النقوية ما بيتطبط ببعضهم بالعكس أنا رأيي بالعكس يعني هون إذا بدك ليش كنت عم قلتك رمية ومن غيري رامن الأمريكاني تعاملوا مع إسرائيل بعد حرب غزة تغير يعني ما ننسى أنه العنصر الأساسية قوة الدفع الأساسية باتجاه وقف النار الأمريكية كانوا الأمريكان نعم وهو كأنه كان طالب مهلي فيه جزء منه المشهد بيشبه تموز 2006 يعني عندما كان الإسرائيلي يريد وقف اطلق نار وقت أولمرت وكان الأمريكاني عم بيقوله من غرصة العمليات من واشنطن أنه لأ تركوها مديدوها مددوها مرة 2-3 وصلنا إلى 33 كان أولمرت بديو يخلصها من أول أسبوع لأنه استنفرد بونك الأهداف المرة الأمريكاني قال له العكس قال له خلاص ستوب ممنوع تكفي فيه يعني وأصلا إسرائيلي كان يعني عمليا إذا بديك استنفرد بونك الأهداف لذلك الموقف الأمريكاني أنا رأيي قدروا يطوعو لناتنياهو قاعد نتنياهو عم بيتحدى الأمريكان حبيبي أنت بتشتغل عند أمريكا مش أمريكا بتشتغل عندك وصل لمرحلة بعد اللي عملوا ترامب وصفقت القرن اعتقد أنه كل أمريكا هي جارد كوشنر وترامب وصار يتصرف هيك لذلك شفنا مناخ بالإدارة الأمريكية أن يتجرأ مش يقدموا أن يتجرأ نواب بالكونغرس الأمريكاني يقدموا اقتراح أو مشروع عنون يطلبوا فيه تجميد صفقات سلاح لإسرائيل هذا معطى جديد كتير كبير طلعت أصوات بين مزاوجان يسارية بالحزب الديمقراطي بأمريكا حكيت المرة الأولى رفعت صوتها بشكل عالي هذا جديد بأمريكا مش بسيط لذلك أنا برأيي بده يستفيد الأمريكاني مثل الإيراني بأنه يتواضع على نتانيوه بهالمرحلة الانتقالية اللي رايحة في أمريكا على ترتيب وضع بالمنطقة حتى تذهب باتجاه الشرق آسيا يعني برأيك هذه الحرب هي ستسهل الطريق أمام الأمريكي لأنه الجمال الإسرائيلي بتصور أنه نتائج الحرب بيقدر يستثمر فيها الأمريكاني والإيراني مع بعضهم طيب هل أي اتفاق نووي مرتقب سيشمل ملفات المنطقة؟ لا ما بعتقد بعتقد حسيمت هذه القصة من أول يوم لأنه بالأكيد حاولوا شوي الأوروبيين وهذه مفارقة لش كان موقف الأوروبيين إذا بدك شوي لأنه متقدم على الأمريكان بموضوع ربط الملفات وبجزء منه كانوا عم بيعبروا أكتر على الموقف الإسرائيلي وعن بعض المصالح اللي إليها علاقة بأوروبا وصفقات السلاح مع الخليج والآخرية فجرر بيقولوا أنه يجب جلوس إسرائيل وسعودية وإلى طاولة المفاوضات أنا بعتقد الأمريكاني حسما منذ اللحظة الأولى لذلك الإعازة اللي إجاء للسعوديين يقعدوا مع الإيرانيين بغداد أنه رحوا رتبوا أمركم ملحق سياسة أنه المناخ فيينا هو الأساس والصدى الإيجابي لأله بنا نشوفه بأكتر محل بين تركيا ومصر بين سعودية وإيران في إشتماعات مسقط بعمان اللي صارت بين الحسيين والأمريكان مجيء ظريف إلى عمان بغل كل هذه المباحثات أي مرحلة يتم التحضير لها في المنطقة المرحلة المقبلة أنا بتصور أنه نحن قدام مرحلة انتقالية بالوضع الدولي عنوان هذه المرحلة الانتقالية أنه أمريكا عم تنقل عدتها من عدة مناطق العالم بس ما بتنقل عدتها أمريكا من دون ما تضمن مصالحها بأي إقليم هي موجودة فيه أمريكا بدأت تضمن مصالحها بالإقليم عبر منظومة يجري ترتيب هذه المنظومة من خلال الاتفاق النووي بموازات الاتفاق النووي مطلوب أنه تصير مجموعة تفاهمات بالمنطقة هذا هو الترتيب الذي إذا بدك ينتظر الأقليم في المرحلة المقبلة طيب بموضوع المباحثات لحضرتك التراطلة بين إيران والسعودية في بغداد بحسب ما قرأنا في الصحافة وكأنه لبنان لم يتم التطرق له لماذا إيرانيا وسعوديا نتحدث لماذا لبنان غير مهم لهتين الدولتين وفي حلفاء استراتيجيين لكل من الدولتين في لبنان أنا أكد لك بالاجتماعات اللي صارت اللي هني صاروا جولتين وقبلهم سبقتهم محادثات بس على مصفة وأقل وكان اللي قاعد على الطاولة كانوا ممثلين للقيادي يعني مش كانوا أنه والله الضباط وجايين نعم بيستكشفوا بعضهم الجولة الأولى كان متفقا على الجولة الأولى بحضور الممثلين للحكومة العراقية لنصفة القازمة كان متفقا أن تكون الجولة الأولى من المباحثات مفتوحة إذا بدك فضفضة يعني فضفضوا فيها ولاش وإلى آخره وهون نقطة مهمة باعتقد ما بعتقد أن حكى عنها قدم الإيرانيون اعتذارا عن ما حصل بموضوع السفارة السعودية غداة إعدام الشيخ النمر نعم وهي كانت إذا بدك مبادرة شجاعة من الإيرانيين شجعت على إذا بدك شوي تحريك مناخ الحوار لذلك كانت الجولة الأولى كانت جولة كثير إذا بدك عامة وإيجابية فتحت الباب أمام جدوى الأعمال واضح أنه الإيرانيين هاي قاعدة ما اعتمدينها بتصور من الألفين وخمسة أن لا يطرح ملف لبنان خارج حزب الله وهي دي مبلغينها لكل الوسط الدوليين والإقليميين عكس اللي بنحكى دايما أنه نحن ما يلتزم به حزب الله نحن منلتزم هذا من ناحية إيران طب من ناحية السعودية على قاعدة هاي القاعدة ما حطوا الملف اللبناني السعوديين لم يطرحوا أي ملف باجتماعات بغداد إلا ملف اليمن فقط لا غير ما عندهم شي تاني بالمنطقة ولا فكروا بشي تاني حكيوا فقط بملف اليمن كيف نخرج من حرب اليمن لم يطرح لا ملف سورية ولا يطرح أي ملف تاني ولا يطرح أبدا 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 ربطا بملف اليمن ممكن ينصار فيه ترتبات العلاقة بالعلاقات الثنائية فقط لا غير لم يطرح أي ملف هذا موضوع محسوم وكأنه بديهيا يفهم أنه السعودية راضية اليوم بتلزيم لبنان لإيران لا ما بعتقد هيك لا مش هذا هو المعطي من خلال اللي صار ببغداد بخلينا نجزم أنه تلزيم لبنان لا ما فيه تلزيم للبنان وما بعتقد أصلا تاريخيا بتقدر قوة واحدة تلتزم لبنان لا بيقدر يلتزمه الأمريكان إلى واحده ولا السوري دايما بدي يكون فيه شراكة وحدا يلحظ مصالح للتانيين المشكلة أنه الإيراني عم بيقاتل بمسرح كتير كبير بالمنطقة بيمتد من الخليج إلى المحر المتوسط وبيملك أوراق كتير كبيرة على الطاولة مشكلته السعودي بيظل حالة الإنكفاء اللي صارت بعد 2015 أنه صار عم بيقاتل داخل الأرض السعودية يعني صار اليوم اليمنى مش بيقاتل بالأرض اليمنية صار الحوثي بيجي بيضرب صاروخ على قرامكو عم بيوجعوا للسعودي بتالي الحرب اليمنية بجزء منها في جزء سعودي عم تستنزف الميزانية السعودية في خسائر كبيرة عم تصيبوا للسعودي فهو لذلك أولويته جرحه ومشكلته ومصيبته هونيك باليمن لذلك اتقدمت أولويت اليمن على أي أولوية متى يصبح فإذن لبنان أولوية أو محطة نظار الدول الإقليمية شو خطة أمنية كبيرة حرب إسرائيلية شو ممكن يصير لحتى يلفط أنظار المجتمع الدولي والإقليمي لا أنا بتصور موضوع لبنان يعني في مجموعة عناصر إذا بدك إيجابية بالوضع اللبناني نحن مشكلتنا ما عم نعرف نستثمر فيها نهائيا أولا بدك تعملي ثقة بالبلد تتعملي ثقة بالبلد اليوم تأتي واحد على البلد ويحط مصاري بالبلد مش يحط بالبنك يصرف مصاري بالبلد بده مناخ في جزء منه أمن في جزء منه اقتصاد في جزء منه سياحة في مجموعة عناصر وأنا رأيي هذه برح زميلنا جورج غانم قال شغلي بيقول أنه كل الفنادق اللبنانية عن بكرة أبينا من الشمال إلى الجنوب محجوزة صيفا وهذا دليل أنه نتيجة الأزمة الاقتصادية ورخص اللي صاير بالفنادق بلبنان والياد العاملية والآخرية بسبب الفرق ما بين سعر صارت الليرة والدولار جاية عنا صيفية إذا ما صار في معطى سياحة منتعجها رح يكون في شيء في لبنان مش صيفينه يمكن من الالفين وخمسة إلى هلأ المعطى السياحي كل المحلات محجوزة ما فيه أبدا بالصيفية هذا من جهة من جهة تانية نحن برغم الأزمة الاقتصادية والمالية وأنا عم بحكي هون معلومات أنت عم بيجيك يوميا مش شهريا ولا أسبوعيا عم بيجيك يوميا تدفق من الاغتراب مصاري وهيدي جزء مننا عم تفوت على البنوكة أو عم تنحط بالبيوت أو عم تستثمر بأشكال مختلفة بعقارات بشأة بأشكال مختلفة عندك عناصر إيجابية زائد أنه نحن ما قدرنا أن نستثمر مليح موضوع الغاز في لبنان لا بالمفاوضات ولا بأيش بس أنت كتير متفائل أستاذ أحسان النهاية أيار قال حاكم مصر في لبنان أنه الدعم سينتهي على كل السلعة الأساسية لا لا بأعتقد دول الحدد وحسموا أنه في شغلة وحدة لن يرفع عنا الدعم كل ما يتصل بالكهرباء والكهرباء وبجزء من الدول بأعتقد قدم وزير الصحة يعني أنت لا تبصر في المدى القريب بسيناريوهات انفجار اجتماعي وثورة جياع في لبنان لا وتدهور أكبر في سعر صرف الدولار الليرة مقابل الدولار كله مرتبط بالمعطى السياسي والأمن إذا المعطى السياسي والأمن اتعقد ممكن نشوف قفزات إذا بدك بين المزوجين مجنونة بموضوع الدولار رغم كل الحكي عن منصة الصغيرة في واق والآخرين ممكن نروح على معطيات كتير سلبية وأنا الصورة اللي قلت لك يا مش عم برسملك صورة إيجابية وانا متفائل عم بقال لك فيه فرص عند لبنان لو عرف لبنان يستثمرها بيقدر يستثمرها وهاي إلى شروطها واحد أول شروطة عم بقال لك انه بانتظار أن نحسم إذا بدك الإشكال السياسي الدستوري الميثاقي ياللي بدك يا بان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف فلتبادر حكومة تصريف الأعمال إلى القيام بمجموعة خطوات توضع لبنان على سكية جزء منه أنا بعتقد أنه ما في مانع عند الـ IMF عند صندوق الناد أنه يستكمل الحوار ولو تقنيا بين الحكومة وبين صندوق الناد بانتظار تأليف حكومة تاخد الأرارات الكبرى طيب أنا بآخر الحلقة عندي سؤال صراحة عندي فضول فيه كتير في لبنان كل حقبة كانت تحكم فيها طائفة معينة الطائفة المارونية حكمت منذ أعلان دولة لبنان الكبير وحتى نهاية الحرب الأهلية الحريرية السياسية أيضا يعني مثلت سطوة الطائفة السنية في حقبة معينة ما بعد اتفاق الطائف هل حان الآن زمن الشيعية السياسية خاصة أنه كتير عم نسمع أنه حان الوقت لنظام تأسيسي أو مؤتمر تأسيسي جديد نظام جديد دستور جديد لا يعني بالجزء الأول أنه حقبة المارونية السياسية هاي حقبة يعني موثقة يعني أنه بين 43 و40 إذا بدك والتسعة والتسعة والثمانين يعني الطائف ما تنسي أنه فوتنا الميليشيات على الدولة وبدل من نعديهم للميليشيات السورية ولاية الدولة صارت الدولة ميليشيا يعني هذا موضوع تاني يعني بيحكي فيه الواحد مطولة بس عمليا ما استفادوا ما كان فيه منظومة بالحقبة السورية للألفين للحظة يعني استشهاد الرئيس رفيق الحريري لم يكن رفيق الحريري حاكما مطلقا كان الحاكم العسكر السوري هو الحاكم المطلق بلغنان كان تتشكل الحكومة قبل ما يستقيل الحكومة تكون معروف الحكومة الثانية مشكلة ومقلفة ومعروف من لمين التلطل معطل ولمين هاي الحقيبة ما حدا كان يناقش ولا يقرر ولا يوافق رفيق الحريري لو تسنى له رفيق الحريري كان بده صلاحيات استثنائية كان بده وزارة المالية كان بده كتير شغلات رفيق الحريري عندما عمل رئيس حكومة ما أعطى شيء سوري منه النهائيا باللحظة الـ 92 لذلك أنا بقول الحقبة الممتدة من الـ 2005 لـ عفوا من الـ 1990 للـ 2005 كانت الحقبة السورية في لبنان جينا على مرحلة ثالثة هي اللي شاهدنا فيها هذه الفوضى الدستورية السياسية واللي إجاد دوحة هي عبارة إذا بدك عن محاولة مسكنات بالمعنى السياسي بالـ 2008 هل نحن اليوم قدام مرحلة الشيعية السياسية أنا بقلك شغلة إنه مش بالوهج إذا بدك كل الوهج اللي يمتد من بعد تموز 2006 أليس حزب الله اليوم ممسكا بكل مفاصل الحقوق في لبنان؟ أنا بعتقد يعني إذا بدك يعني في حدا هايك زميل لقلنا بلخصها بيقول في رئيس جمهورية فعلي بلبنان وفي رئيس جمهورية شكلة إنه رئيس جمهورية الفعلي اليوم بلبنان ما حدا مش مخبه منه وفي رئيس جمهورية شكلة اسمه ميشيل عون يعني بمعنى إنه أخد شيء موازين القوى أي تعديل دستوري عفوا بس لأنه خلص الوقت بإجابة وأقل من دقيقة سيكون لمصلحة الأقوى أي حزب الله في لبنان وما يوثلو شيء أنا بعتقد حزب الله إخد أرار استراتيجي أن لا يستثمر حضوره بالمعادلة للصراع العرب الإسرائيلي بالمعادلة طيب أستاذ حسين أيوب رئيس تحرير موقع 180 بوست أشكرك جزيل أشكر على المشاركة في هذه الحلقة ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدين على متابعتنا في أحاديث بيروت ملتقان الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وفي حديث جديد من أحاديث المدينة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر